سلام عليكم على كل اللي بيشوفونا يا رب تكونوا بخير بإذن الله جايب لكم النهاردة أقوى وصفة للتخلص من دهون البطن وإزالة الكرش في وقت سريع جدا بمكونات بسيطة يلا كده نبدأ التريع على بركة الله أول مكون عندنا وهو القرنفل أو المسمار القرنفل معجزة ربانية في فواية كتيرة جدا للجسم كله ده شكل أزهار القرنفل براعم صغيرة أهم ومتوفر في كل دولنا العربية هناخد معلقة صغيرة من أزهار القرنفل ونحطها في إناء حل أو قصرولة المتوفر عندكم القرنفل في مضادات أكسادة بتفتت دهون البطن وبتحول الجسم لمكانة حرق للدهون ثاني مكون عندنا وهو الكمون بزور الكمون بزور الكمون اللي هي الصحيحة هناخد معلقة صغيرة من بزور الكمون هكتب لكم بإذن الله المكونات في نهاية الفيديو فتابعوا معايا الفيديو للنهاية ثالث مكون عندنا وهو الارفة أو الدرسين الارفة بتحرق دهون الجسم طول اليوم الجسم طول اليوم مع مشروب الارفة بيحرق كل الدهون اللي موجودة في الجسم هناخد معلقة صغيرة من الارفة أو الدرسين آخر مكون عندنا وهو أوراق النعناع سواء طازة أو مجففة المتوفر عندكم هناخد معلقة صغيرة من أوراق النعناع أوراق النعناع بتساعد على إزالة أي انتفاخ في منطقة البطن والانتفاخ دوت بينتج عنه الكرش وبتحسن الهضم وبتحسن الامتصاص بعد كده بقى الخطوة اللي بعد كده هنصب بكوب بيتين مية مغلية على الأعشاب بتاعتنا ونسيبها منقوعة في المية المغلية علشان تنزل كل خلاصة الفيتامينات والأملاح اللي موجودة في الأعشاب هنقلبها كويس جدا وبعد كده بقى هنغطيها لمدة عشرين دقيقة أو تلت ساعة علشان نحافظ على الزيوت الطيارة اللي موجودة فيها علشان ما تتبخرش في الهواء وموجود فيها كل الفيتامينات والأملاح المعدني الكمية ديت هتكفينا طول اليوم فاحنا بنحضره يوميا علشان يبقى طازة أو فرش بعد مرور عشرين دقيقة بعد كده هنصف فيه علشان نتخلص طبعا من التفل اللي موجود فيه ويبقى طعمه مقبول المشروب دوت بيصد الشهية وكمان بيفتت دهون البطن وبيشد طرهولات الجسم كده بقى المشروب جاهز عندنا للاستعمال ازاي هنستعمله هنشرب كوب على الريق اول ما نصح من النوم هنشرب كوب على الريق لانه بيصد الشهية وبيحرق الدهون اللي موجودة في الجسم وخصوصا اللي موجودة فيه منطقة البطن وكمان هنشرب كوب قبل العشاء بنصف ساعة لانه بيدي شعور بالشبع والامتلاء فمش هنحس باي جوع طول الليل هنستمر عليه يوميا وان شاء الله هناخد نتيجة من الاسبوع الاول ومع تكرار الاستعمال هتختفي دهون البطن نهائيا وهيختفي الكرش وبتختلف درجة الاستجابة من جسم الى اخر حسب برضو كمية الكرش وكمية الدهون المتراكمة في منطقة الجسم بعد كده بقى هنعمل خليط من الزيوت الطبيعية مع المشروب دوات عشان نتخلص من دهون البطن او الكرش بصفة نهائية ونحصل على بطن مسطحة اول مكون من خليط الزيوت هو زيت القرنفل هناخد معلقة صغيرة من زيت القرنفل زيت القرنفل بيشد ترهولات الجسم وبيدمر وبيفت الدهون البطن فبنقول عليه مدمر الدهون الخليط دوات مع المشروب اللي هنعمله هدي نتيجة هيلة تماما يعني في خلال من عشرة لعشرين يوم هتختفي دهون البطن بإذن الله نهائية تاني مكون عندنا وهو زيت الزنجبيل هناخد معلقة صغيرة من زيت الزنجبيل زيت الزنجبيل بيشد ترهولات الجسم وبيمنع امتصاص اي دهون زيدة في الكرش وبيفتت وبيدوب دهون البطن تالت زيت عندنا وهو زيت الارفة هناخد معلقة صغيرة من زيت الارفة خلطة الزيوت دي هتا جميلة جدا في تنحيف منطقة البطن او اي منطقة في الجسم هناخد برضو من معلقة صغيرة اخر نوع زيوت عندنا وهو زيت الزيتون ياريت يكون زيت اصلي بيشد ترهولات الجسم وبيخلي البطن مسطحة ومشدودة هناخد معلقة صغيرة هكتب لكم بازن الله المكونات كلها في نهاية الفيديو هنقلب بقى خلطة الزيوت عشان تمتزج المكونات كلها مع بعضها ويتديني نتيجة في وقت سريع وقت قياسي كده بقى جاهز عندي للاستعمال اول حاجة هعملها هاقصل منطقة البطن بالماء الساخن علشان نفتح مسام الجلد بعد كده هاخد جزء من الخليط الزيوت واحطه على منطقة البطن وهعمل مساج بحركات دائرية لمدة دقيقتين لحد ما يتشرب الجلد بالزيوت تماما وبعد كده هعمل بقى لف تنحيفي بالورق البلاستيك الغذائي اللي هو الليستريتش هلف منطقة البطن بالبلاستيك الغذائي ولو مش موجود هنلف منطقة البطن بكيس بلاستيك عادي وهنسيبه على البطن لمدة نصف ساعة أو تلاتين دقيقة وبعد كده هنغسل منطقة البطن بالماء الدافئ والصابون وبعد كده بعد ما تنشف هنرتب الجسم بأي كريم مرتب متوفر عندكم ومناسب لنوع بشرتكم زي مثلا نيفيا أو جونسون أو بنسنول أي كريم مرتب متوفر عندكم عشان نمنع حدوث أي التهابات وأي حكة وأي احمرار هنمشى على خلطة الزيوت ديت يوميا هنستعملها يوميا ومع تكرار الاستعمال بإذن الله هنحصل على بطن مسطحة خالية من أي دهون زيادة وبطن مشدودة وخالية من أي تراهلات أو أي سليوليت وأي برضو خطوط رفيعة لها نتجة عن الحمل والولاد في نصيحة مهمة جدا علشان نحصل على بطن مسطحة لازم نمشي يوميا مش أقل من نصف ساعة وهنزودها لساعة لأن المشي بيفت الدهون الجسم وخاصة دهون البطن فالمشي مهم جدا مع المشروب وخليط الزيوت تاني نصيحة لازم نشرب مية بكميات كبيرة على مدار اليوم مش أقل من 2 ل 3 لتر يوميا ويفضل إن احنا نشرب المية قبل الأكل إنها بتسد الشهية بتدي شعور بالامتلاء والشبع فالملحوظتين دولات مهمين جدا لو اتبعناهم مع المشروب وخليط الزيوت إن شاء الله هيتختفي دهون البطن نهائيا وهيختفي الكرش المزعج نهائيا بس كده حبايب قلبي دي كتناية فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم يارب أكون قفتكم أشوفوا الشيكم بخير الفيديو الجاي لإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة